اشتركوا في القناة معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد أليكسي أوليو كييف وزير التنمية الاقتصادية ثانيا اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون العسكري حيث وقعها من الجانب البحرينية سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير الشؤون الدفاع فيما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد سيرجي شايغو وزير الدفاع ثالثا مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين وشركة غاز بروم بالاتحاد الروسي بشأن التعاون في مجال الغاز المسالة والتي وقعها من الجانب البحريني مع علي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط فيما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد فيكتور زوبكوف رئيس مجلس يدارة الشركة رابعا مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنفط والغاز بمملكة البحرين وشركة روس جيولوجيا بالاتحاد الروسي بشأن الشراكة في مجال أعمال المسح الجيوفيزيائية لأغراض استكشاف وإنتاج النفط والغاز حيث وقعها من الجانب البحريني مع علي الشيخ محمد بن خليفة بن أحمد الخليفة وزير النفط بينما وقعها من الجانب الروسي سعادة السيد رومان بنوف مدير عامي ورئيس مجلس إدارة الشركة وقد أشاد حضرة صاحب الجلالة وفخامة الرئيس الروسي بالتوقيع على هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتي ستسهم في تعزيز وتطوير علاقات البلدين وتنمية مجالات التعاون الثنائي المشترك بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الصديقين ترجمة نانسي قنقر